خلال لقاء الأساقف والكهنى والمكرسين وأساتذة التعليم المسيحي في كاتدرائية سيدة الانتقال بأندونيسيا وبعد إصغائه لشهادات حياة خاطبهم قداسة البابا فرنسيس قائلا أشجعكم على مواصلة رسالتكم أقوياء في الإيمان ومنفتحين على الجميع في الأخوة وقاربين من الجميع في الشفقة وتأمل الأب الأقدس معهم بهذه الفضائل الثلاث التي تتميز بميل طبيعي إلى الوحدة والتعايش السلمي فالإيمان يمكنه أن يكون تذكيرا بالله وحضوره في الكون وفي حياتنا أما أن نكون إخوة فهذا يعني أن نحب بعضنا بعضا ونعترف بأننا متساوون في الاختلاف إذ لا يوجد شقيقان ولا حتى توأمان متطابقين تماما من هنا والحديث لقداسته لا ينبغي أن نفرض إيماننا على إيمان الآخرين وإنما أن نعطي ونتقاسم فرح اللقاء مع المسيح باحترام كبير ومودة أخوية لأي شخص أما الشفقة فلا تعتبر ضعفا بل هي فضيلة تتجسد بالإنحناء للمحتاجين لأجل رفعهم وإعادة الرجاء إليهم وجعلهم معززين بمحبة كبيرة ورحبة